مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله نستعر سويا لأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع في بداية الأسبوع تكون الأجواء صيفية معتدلة بالنهار وصيفية لطيفة بالليل انخفاض تدريجي على الحرارة حتى يوم الثلاثة لكن بعد يوم الثلاثة إن شاء الله ترتفع درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نبدأ من يوم الأحد يوم الأحد أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل درجات الحرارة قريبة أو أقل من المعدلات ما بين درجة إلى ثلاث درجات في المنطقة الشمالية درجات الحرارة أقل من ثلاث وثلاثين العظمى في إيربت ممكن تكون واحد وثلاثين والصغرى بحدود تقريبا تسعة عشر درجة أيضا الصغرى أقل من اثنين وعشرين في عمان والمرتفعات الوسطى تسعة وعشرين تسعطاش المرتفعات الجنوبية تسعة وعشرين طمانطاش الأغوار البحر الميت ما بين ثمانية تلاثين تسعة وثلاثين إلى سبعة وعشرين درجة مئوية العقبة تسعة وثلاثين تمانية وعشرين أجواء حارة نسبيا إلى حارة والمنطقة الجنوبية الشرقية أربعة وثلاثين تلاث وعشرين والمنطقة الشرقية أجواء حارة تسعة وثلاثين إلى واحد وعشرين درجة مئوية يوم الأثنين انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تكون الأجواء ما بين لطيفة إلى معتدلة أثناء النهار المناطق الشمالية بحدود 31-31 العظمى والصغرى بحدود 23 المرتفعات الوسطى 27-19 وأيضا تظهر السحب المنخفضة خاصة في ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الشمالية والوسطى وأيضا المرتفعات الجنوبية 28-17 الأغوار البحر الميت ما بين 37-38 العظمى والصغرى بحدود 26 العقبة 38-27 والبادية الجنوبية الشرقية 31-21 والبادية الشرقية 35 إلى 20 درجة مئوية يوم الثلاثة إن شاء الله تكون الأجواء غائمة جزئيا في المناطق الشمالية هناك احتمال لسقوط بعض الأمطار الخفيفة خاصة في المناطق الشمالية قد تصل لبعض الوسطى هذه أمطار خفيفة أو على شكل رداد وبتكون الأجواء في المناطق الجبلية الشمالية والوسطى غائمة جزئيا خاصة في فترة الصباح وبشكل عام بتكون الأجواء صيفية لطيفة بقية النهار لطيفة إلى معتدل نهارا لطيفة ليلا وبتكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها بشكل واضح المرتفعات الشمالية 31-22 المرتفعات الوسطى 27-19 المرتفعات الجنوبية 27-17 الأغوار البحر الميت 36 إلى 37 العظمة والصغرى بحدود 26 درجة مئوية العقبة 37-27 والبادية الجنوبية الشرقية 31-22 والبادية الشرقية 34 إلى 22 درجة مئوية يوم الأربعاء تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي بإذن الله بحيث تكون الأجواء صيفية عادية بالنهار صيفية معتدلة بالليل العظمة في المناطق الشمالية ما بين 33 إلى 35 والصغرى 22 المرتفعات الوسطى 30-20 والمرتفعات الجنوبية 30-20 الأغوار البحر الميت 38 إلى 26 وأيضا العقبة أجواء حار 39 إلى 29 البادية الجنوبية الشرقية 34 إلى 22 والبادية الشرقية 37 إلى 23 درجة مئوية يوم الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة أجواء تقريبا صيفية عادية إلى حارة نسبيا المناطق الشمالية 35-36 العظمة والصغرى 23 المرتفعات الوسطى ما بين 31 إلى 32 أجواء صيفية عادية إلى حارة نسبيا الصغرى 22 المرتفعات الوسطى 31 إلى 20 الأغوار البحر الميت أجواء حارة 40 إلى 29 درجة مئوية وخليج العقبة أجواء حارة 41 إلى 30 البادية الجنوبية الشرقية حارة نسبيا 35 إلى 23 والبادية الشرقية حارة 38 إلى 24 درجة مئوية يوم الجمعة انخفاض قليل على درجات الحرارة تعود وتكون تقريبا حول معدلاتها أجواء صيفية عادية إلى حارة نسبيا تقريبا المناطق الشمالية 34-21 المنطقة الوسطى 30-19 والمنطقة الجنوبية 31-19 الأغوار البحر الميت 40 إلى 28 وأجواء حارة أيضا بالعقبة 41-28 وحارة نسبيا في المنطقة الجنوبية الشرقية 35-23 وحارة في منطقة البادية الشرقية 38 إلى 23 درجة مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في يوم الله ورعايته النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة